أهلا بكم في قناة قصص تاريخية إسماعيل ياسين هو ممثل مصري ومونولوجست وفنان بانتومايم حقق ما لم يحققه ممثل آخر إلى أن خفت نجمه وتوفي فقيرا ولد إسماعيل ياسين في مدينة السويسي في الخامس عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنى عشر وهو الإبن الوحيد لصائغ ميسور الحالي وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا التحق إسماعيل بالكتاب ثم المدرسة الابتدائية لكن عندما أفلس والده ودخل السجن نتيجة لسوء إنفاقه وتراكم الديون اضطر الفتى إسماعيل للعمل مناديا أمام متجر لبيع الأقمشة ثم اضطر إلى ترك المنزل خوفا من بطش زوجة أبيه وعمل مناديا للسيارات بأحد المواقف بالسويس في عمر السابعة عشر سافر إلى القاهرة وعمل صبيا في أحد المقاهي بشارع محمد علي وسكن بالفنادق الصغيرة ثم عمل مع أحدى راقصات الأفراح الشعبية ثم مساعدا في مكتب أحد المحامين اكتشفه المؤلف الكوميدي أبو السعود الإبياري الملقب بصانع البهجة والنجوم حيث رشحه لبديع مصابني لتقوم بتعيينه بفرقتها ليلقي المونولوجات في الملها الخاص بها استطاع إسماعيل ياسين أن ينجح في فن المونولوج وظل عشر سنوات متألقا في هذا المجال حتى أصبح يلقي المونولوج في الإذاعة نظير أربعة جنيهات عن المونولوج الواحد في عمر السابعة والعشرين كانت بداية دخول إسماعيل ياسين السينما من خلال فيلم خلف الحبايب ثم جذبت موهبته انتباه أنور وجدي فاستعان به في معظم أفلامه كما أنتج له أول بطولة مطلقة في فيلم ناصح على الرغم من أن إسماعيل ياسين لم يكن يتمتع بالوسامة والجمال وهي المواصفات المعتادة في نجوم السينما في ذلك الوقت إلا أنه استطاع أن يجذب إليه الجماهير عندما كان يسخر من شكله وكبر فمه وهكذا استطاع أن يقفز للصفوف الأولى وأن يكون نجما لشباك التذاكر مما دفع المنتجين إلى التعاقد معه على أفلام جديدة ليصبح البطل الوحيدة باستثناء ليلى مراد الذي تقترن الأفلام باسمه ومن هذه الأفلام إسماعيل ياسين في متحف الشمع وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وسلسلة أفلام إسماعيل ياسين في الجيش وفي البوليس والطيران والبحرية حتى إسماعيل ياسين للبيع وكان معظم أفلامه من تأليف توأمه الفني وصديق عمره أبو السعود الإبياري ومن إخراج فطين عبد الوهاب استطاع إسماعيل ياسين عمل ثنائيات مميزة مع فنانين آخرين من بينهم الممثل رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية وعبد السلام النبولسي قدم إسماعيل ياسين للمسرح ستين مسرحية سجلت جميعها للتلفزيون ولكن يقال أن أحد الموظفين بالتلفزيون المصري قام بمسحها جميعا بالخطأ ما عد فصلين من مسرحية كل الرجال كده حقق إسماعيل ياسين نجاحا ساحقا خصوصا فترة الخمسينيات وكانت أعوام الف وتسعمائة واثنان وخمسون وثلاثة وخمسون وأربعة وخمسون هي عصره الذهبي حيث مثل ستة عشر فيلما في العام الواحد وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر إلا أن مسيرته الفنية بدأت في التعثر تدريجيا فأصبح يقدم فيلما أو اثنان فقط في العام وكان ذلك بسبب إصابته بأمراض القلب وابتعاده عن الساحة الفنية وأيضا بسبب اعتماده على نفس طريقة العمل وعدم التجديد مما جعله يكرر نفسه في السينما والمسرحي وما زاد الطين بلة أنه فوجئ بتراكم الضرائب عليه وأصبح بين ليلة وضحاها ملاحقا بالديون وتم الحجز على العمارة التي بناها بعرقه لتباع أمام عينه ويخرج من رحلة كفاحه الطويلة بخفي حني سافر إسماعيل ياسين إلى لبنان وعمل في بعض الأفلام القصيرة وعمل مرة أخرى كمطرب للمونولوجي ثم عاد إلى مصر محطما كثيرا وعمل في أدوار صغيرة لا تتناسب مع ما قدمه من تاريخ حافل إذ لم يرحمه أو يقدره أحد توفي إسماعيل ياسين في يوم الرابع والعشرين من مايو 1972 إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عاما ترك إسماعيل ياسين إرثا زاخرا من الأعمال الفنية التي يصعب نسيانها أو تكرارها إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة